خطة للسيطرة على الفيروس بمثابة الخطوة الأولى التي يخطوها الرئيس الأمريكي جو بايدن نحو دعم مكانه في البيت الأبيض كورونا الذي أطاح بحسب قراءات خبراء ومراقبين بدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية قد يكون وثيقة الضمان التي يراهن عليها بايدن الذي أعلن أنه بصدد تحريك استجابة الولايات المتحدة للجائحة في اتجاه مختلف تماما خطة بايدن لمواجهة الجائحة تعتمد على أسماء العشرات من القادة الذين سيشكلون فرقة العمل الخاصة بمكافحة الفيروس وسيقود فريق عمل بايدن ثلاثة رؤساء بالتشارك مع عدم تخليه عن الفريق الطبي الذي شكله ترامب وقطع بايدن وعدا بتوفير فحصات منتظمة ومجانية لجميع الأمريكيين من خلال توفير مواقع للفحص عبر السيارات والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة وخلق وظائف الصحة العامة ويعد بايدن باستثمار 25 مليار دولار إضافية لإنتاج لقاحات وتوزيعها على جميع سكان الولايات المتحدة مجانا ويؤكد بايدن أن السياسة لن تلعب أي دور فيما إذا تمت الموافقة على أي من اللقاحات قيد التجارب وستقوم الإدارة الجديدة بإتاحة البيانات السريرية لأي لقاح معتمد للجمهور ويقول بايدن أنه سيعمل مع حكام الولايات ورؤساء البلديات لفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ويشير فريق بايدن إلى أنه سيتعامل أيضا مع مشاكل توفير معدات الحماية الشخصية لمقدم رعاية الطبية